اهلا فيكم برج السرطان في قناتي راح نجوف توقعاتك العاطفية طبعا طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة اطول اكتر من اسبوعين وايضا القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالقراءة رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه فاخد الاشياء اللي هي ايجابية من القراءة وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية او بتحسها ما بتنطبق لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر راح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب او طاقة الشريك وشو الاشياء اللي بينكم اللي ممكن يكون يعني سبب الخلافات بينكم في الوقت الحالي ايضا خطواتك في المستقبل وخطوات الحبيب في المستقبل ومستقبل العلاقة بينك وبين الحبيب طيب راح نبلش اول بطاقتك انت يا برج السرطان بالنسبة للا طاقتك يا برج السرطان بس نسحب كروت اول توضيحية لحتى نفهم الوضع اكتر بالنسبة للا طاقتك يا برج السرطان عم شوف انه حاليا عم تركز على انك تشافي حالك من وضع معين ممكن يكون في حصل عندك انهيار بعلاقة معينة او انهيار باساسات معينة ممكن ايضا يكون الوضع المادي بالنسبة للك عم شوف المادة كتير مهمة بالنسبة للك في هالفترة لانه عم شوفك عم تحاول تبني حالك او تبني مستقبلك فممكن تكون حطيت امام اختيارين او شيئين معين او انك تختار حتى بين علاقة وبين فرصة عمل وعم شوف الاغلبية منكم عم يختار السلف لاف او عم تختار انك تحب حالك وتركز على حالك اكتر بمعنى ممكن البعض منكم يكون ايضا رحل من علاقة معينة من اجل فرصة مادية او من اجل انه يطور وضعه المادي عم شوف في منكم الاغلبية اختار قرار بالرحيل عن شخص معين لانه الوضع بالعلاقة تبعتك او مع الشخص اللي انت عم تتعامل معه كان عم يسبب لك نوع من التشويش كنت مش عم تشوف الامور بوضوح فعم شوف اخترتوا الرحيل عن اشي معين او للبعض منكم اذا مش انت اللي اخترت الرحيل عن علاقة او اخترت انك تترك اشي معين بمجرد ما انه صار في نهاية لا اشي معين في عندك باب جديد انفتح امامك ممكن يكون ايضا من ناحية المادية او في فرصة جديدة بحياتك انفتحت ممكن يكون حتى شخص ولكن الشخص اللي اه الجديد بحياتك اه ممكن يكون ساهم بوضعك المادي او نوعا ما عم يشارك بنجاحك المادي ممكن يكون دعم نفسي اه ممكن يكون شخص عم تشتغل معه ايضا او عم تتشاركوا مع بعض نفس نفس الهوايات او نفس التموح وعندكم نفس الاهداف والنظرة عندكم نظرة الى شيء بالمستقبل تتشاركوا فيها من نسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوف انه هو الشخص اللي عم تتعامل معه لابس قناع او لابس ماسك ايضا عم شوفه حاليا هو عالق بمفترق طريق ممكن يكون عم يستني خبر منك ايضا او عم يستني رسالة منك او عم شوفه بالعقل الباطني بده نوع من التواصل معك في عنده رسالة او اشي معين هالشخص بده يحكيها لالك وبده يوصل لك هالمعلومة لالك همشوف هو مركز ايضا على بدايات مادية جديدة او اذا فيه عم يفكر بشخص بحياته او عم يفكر بعلاقة الجانب المادي مهم لها الشخص لانه عم يبحث عن التوازن عم يبحث عن التوازن من الناحية ايضا من ناحية الاخذ والعطى بينك وبينه عم شوف انه هو مركز كتير على وضعه المادي يعني اذا انت مش عم تحكي مع هالشخص البعض منكم اللي عم يمروا بفترة انفصال هالشخص مركز كتير على وضعه المادي حاليا وفي عنده ممكن ايضا عم يحط ماسك او عم يحط شخصية معينة امامك ممكن ايضا عم يخفي مشاعره هالشخص والسبب انه عم يخفي مشاعره انه من الناحية المادية هالشخص لسه عم يشتغل على حاله او ممكن ايضا يحس انه العلاقة بينك وبينه هو محدوط امام اختيارين بده يختار ممكن يكون شخص قديم ايضا او شخص شديد بحياتك ولكن هو عم يحس انه بمفترق طريق وفي عنده ايضا اختيارين ممكن ايضا يكون محتار بين انه يحكي معاك وبين انه ما يحكي معاك لانه عم شوف انه في حكيه بده يحكيه ولكن العائق اللي موقف بطريق هالشخص هو مادياته ايضا فعم شوف فيه تشابه بالطاقات هون بطاقتك وبطاقته فممكن تكون انت عم تتعامل مع اه توقم شعله او مع سولميت لانه طاقتكم بتشابه بعض او بتعكس على بعض بالنسبة لشو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم حاليا او واحدة من اسباب الخلافات بينكم او اسباب النزاعات بينكم عم شوف انه فيه انت وهو عم تخبوا الطفل الداخل جوادكم بمعنى انه انت وهو فيه عندكم صعوبة بانكم تظهروا مشاعركم تجاه بعض عم شوف ايضا الاغلبية منكم مش عم يحكوا مع بعض ولكن اه ما عم شوف فيه مشاكل او نزاعات ولكن فيه فيه انعزال بالموضوع فيه صمت وفيه حكي كتير مخبة بالصمت هاد بها الكرت مش عم ينحكى فيه وفيه حواجز بينك وبين هالشخص هم شوف ايضا الصراع على السلطة ممكن يكون واحدة من الاسباب ايضا اللي فيه مشاكل او عم تسبب مشاكل بينك وبين هالشخص لانهم بين انه انت وهالشخص بتعقدكم تتشاحن مع بعض كتير او فيه مشاحنات بتعقدكم مع بعض كتير وبسبب هال مشاحنات بتضطر انك تظهر انت وهالشخص بصورة معينة او بتضطر انك تظهر لهالشخص صورة معينة او جانب معين من شخصيتك غير اللي انت بدك تطلعه او غير اللي انت بتطمح انه هالشخص يشوف فيك همشوف ايضا في اه في انجذاب جسدي كتير عالي بينكم بالذات من طرف الرجل بها العلاقة او الماسكلين انرجي او الطاقة اللي هي اه رجلية بها العلاقة همشوف ايضا الامرأة في عندها انجذاب طاقتكم انرجيكلي طاقتكم متناغمة مع بعض برغم انكم مش عم تحكوا مع بعض ولكن في اه انت عم تحس بطاقة هالشخص والشخص ايضا عم يحس بطاقتك بمعنى انه فيه فيه تواصل روحاني بينكم كتير اه كتير عالي وبالنسبه للطاقة بينكم عم شوف انه فيه اخذ وعطى بالطاقة فيه توازن يعني عم شوف الاغلبية منكم عم يحاول انه يركز بالشفاء بها الطاقة عم يحاول انه يركز او يبعث للطرف الاخر اه طاقة ايجابية بالنسبة لها خطواتك فيه المستقبل عم شوف اه العلاقة اللي انت فيها يا برج السرطان تطلب منك انك توكل امرك او طاقتك تماما الى الى الخالق او يعني تخلي الامور تيجي متل ما الله بيريد لانه في بعض الاشياء بعلاقتكم خارج عن سيطرتك وخارج عن سيطرة الشخص الاخر فعم شوفك بالمستقبل عم تحس بنوع من من الثقل ممكن يكون بطاقتك او ممكن يكون عم تحس انه العلاقة اه بتثقل عليك او بتحمل وزن عليك وفيه صعوبة من انك تتخطى او تبعد عنها الشخص فيه صورة عم تظهرها انت لهالشخص او رح تظهرها بالمستقبل لهالشخص بانك ما بتريده او وضعك اوكي من غيره ولكن انت بتشوف هالشخص سول ميت او بتعتبره رفيق درب والفكرة الاساسية هون انه انت عم تحس بضغط بسبب بعدك عن هالشخص لانه هالشخص حامل بلورة او حامل كريستالة فبمعنى انت عم تحاول تكتشف معلومات اكتر عن هالشخص ممكن تكون اوراق تارود او ممكن تكون عم تحاول تتابعه ايضا بالسوشال ميديا في حدا في طرف ثالث بالعلاقة بينك وبين هالشخص عام يراقبكم ممكن من بعيد ايضا او رح يراقبكم في المستقبل من بعيد في ناس او او في شخص مغين عنده مشاعر لالك او للشخص الاخر اللي عم تتعامل معه بس بالاغلبية ممكن في عندك هون او معجب سري او شخص عم يراقبك من بعيد وعم يشوف التواصل اللي عم يصير بينك وبين الشخص الاخر ممكن ممكن انت عم تحط ممكن بالسوشال ميديا ايضا عم تحط اشياء مقالات او خواطر موجهة الى الشخص الاخر وفي اشخاص او في شخص معين بيعرف انه انت عم توجه هالرسالة او هالطاقة للشخص الاخر من نسبه لطاقة الحبيب او طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوفه عم يحس برفض يعني لسه بالمستقبل نعم يحس انه مرفوض منك او انت رفضته او رفضت عرض حب هو كان بده يقدمه للك هو يحكي فيه معك عم شوف ايضا بالمستقبل هالشخص مشاعره بتتحول من ممكن في بداية العلاقة بينكم العلاقة كانت اغلبها انجذاب جسدي بحت او بالاغلبية كانت انجذاب جسدي عالي ولكن عم شوف بالمستقبل هون الشخص اللي عم تتعامل معه عم يشوف عم يشوف الرضا النفسي ايضا عم يشوف انه ممكن انت تقدم له الرضا النفسي اللي هو عم يبحث عنه هالشخص بيشوفك ايضا اذا انت امرأة او حتى رجل بيشوفك شخص متمكن او متحكم بطاقتك او بتعرف تتحكم بطاقتك ايضا ممكن اذا فيه بالمستقبل بينك وبين هالشخص او فيه اشخاص او اطراف اه تالتة بالعلاقة عم شوف هالشخص اه شخص دفاعي او شخص افوا شخص هجومي يعني ممكن اذا فيه اي منافسة بينه وبين اشخاص اخرى هالشخص ممكن يكون عصبي او ممكن يكون متهور اه ممكن بيشوفك هالشخص انت فيه عندك تحكم بعواطفك اكتر من ما هو فيه عنده تحكم بعواطفه عم شوف ايضا انه هالشخص بيطمح او بده نوع من التغيير في المستقبل لانه بيشوف فيه بينكم عم يحاول ايضا عم يحاول انه اذا صار فيه رافض منك برج السرطان تجاه هالشخص عم يحاول ايضا انه يظهر بشخصية او ببرسونة انه مش مؤثر فيه الوضع بيه المستقبل بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل عم شوف بالتأكيد راح يصير فيه بينكم بداية جديدة لانه فيه عندك ايسين او ايس اوف سورد ايس اوف هونز فيه بداية جديدة راح تصير بينكم وفيه عندكم ايضا حتى بالمستقبل الطاقة الجسدية بينكم كتير راح تكون عالية بس لسبب ما عم شوف لسه فيه سرية بالموضوع او او لسه فيه نوع فيه شخص او فيه طرف هون لسه المشاعر مش عم تحكوا فيها او مش عم تعبروا فيها لبعض لانه انت عم تطلع على على فيه عائق بينك وبين هالشخص انت عم تطلع على الحب والمشاعر اللي بتكون لهالشخص وهو ايضا عم يطلع بكاست الحب تبعته ولكن ما فيه حكية عم يصير بينكم وكأنه الطاقة هاي طاقة خباية او طاقة لسه ما انحكى فيها ولكن بالمستقبل بما انه في عندك ايس اف سوردس وسوردس بتتبع التواصل فممكن يكون فيه بينكم ايضا تواصل وعم شوف اغلب التواصل اذا في الماضي تواصل بينكم كان اغلب اه سطحي او او يعني ما فيه اي عمق بيه المستقبل فيه عمق بالتواصل او فيه حتى اه فيه حتى حكي او اعترافات بينك وبين هالشخص راح تصير بمشاعركم تجاه بعض عمشوف ايضا انه انتو اه فيه فيه حدا فيه حدا منكم مفهومه عن العلاقة الجسدية بينكم اه غير الشخص الاخر يعني فيه شخص او فيه شخص بيحب المغامرة او بيحب يجرب اشياء جديدة وفيه شخص اه ممكن بينظر للعلاقة الجسدية كاكستنشن او تمديد للعلاقة الروحانية ايضا فانتو شوف تنطبق على مين بالضبط ولكن فيه بدايات جديدة بينك وبين هالشخص راح تصير انا فيه هون عندي كوت او رسائل حطيتهم او سويتهم من من الحبيب او من الشريك راح ناخد منهم اكمل رسالة اللي هي ممكن تكون يعني رسائل موجهة للك من الشخص الاخر انا ما لقيت اي دك يعني اونلاين يكون فيه نفس الرسائل اللي موجودة هون فبدي اجرب هالاشي الجديد اذا حبيتو او اذا حسيتو انه منطبق او كتير بينطبق على حالتكم مع هالشخص ممكن نخلي هالرسائل اه شي يعني دائما نستخدمه بقراءاتنا بالمستقبل فالرسائل اللي الحبيب بدو يحكيها للك ممكن ولسه ما حكاها للك فهالشخص بيتخيلك وبيحلم فيك دائما بحياته اليومية حتى اذا مش عم تحكي مع هالشخص فبدو يحكي لك انهو بيفكر فيك فبالاغلبية انت عم تتعامل مع توقم شعله لانهو بحس انهو انت متل مرايتو هالشخص وبيحس انه اي اشي سواء كان بطاقته انت تعكس هالطاقة عليه او بيحس انه انتو كطاقتكم بتتشابهو كتير مع بعض فبيحس انه انت بتشوف حتى اذا هو عم يحاول انه يحط شخصية معينة هالشخص بيشوف انه انت تستطيع انك تشوف تحت جميع هالشخصيات الي بيحطها او البرسونا او اي اشي ممكن يكون في بينك وبين هالشخص اختلافات عديدة بينكم وهالشخص بيحكي لك بالرغم انه ممكن يكون في بينكم اختلافات بالشخصية او اختلافات بالنظر الى الامور الى انه دائما بيحبك حب غير مشروط وما بده اياك تتغير من اجله او من اجل اي شخص اخر ايضا بيحكي لك فهالشخص في عنده عادات بحياته او بشخصيته هو بيحس انه عالق فيها او بيحس انه مش عم يستطيع يطلع منها بيحس انه عالق بتفكير قديم ممكن او طرق حل الامور قديمة فهالشخص كان عم يحاول او عم يحاول انه يتجنب الحديث معك او يتجنبك ممكن بسبب ايضا الرسائل السابقة مثل ما حكينا بسبب انه انت بيحس انه انت بتشوفه على حقيقته او على طبيعته فايضا ممكن يكون بسبب مشاكل اخرى بحياته او اشخاص اخرى او عمل عم يحاول انه يبعد عنك او ما يحكي معك في الفترة الحالية فهالشخص بيح حياته بيشوف دائما رسائل او اشارات محوطة فيه بالكون امامه بيشوف انه هي دائما يعني ممكن يكون عم يسمع اغنية مثلا والاغنية هيتذكره فيك او بيكون في مطرح معين وهالمطرح معين بيذكره فيك فهالشخص عم يشوف انه بحياته العامة فيه اشي كتير بتذكره فيك فهو مركز الشخص ايضا اللي عم تتعامل معه ممكن يكون انتوتب او ممكن يكون ايضا شخص روحاني يعني بيفهم على الاشارات وبيفهم على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغيب عن نظر الاشخاص الاخرى بنا نشوف اخر اشي فقط نصائح لالك ممكن تفيدك ممكن تستفيد منها فيه تغيير رح يصير بيه حياتك بيه المستقبل مع هالشخص فيه تغيير رح يكون ايجابي عم شوفكم الاتنين عم كنتوا عم تحاولوا تدعو او توصل صلواتك الى الله انه انتو تكونوا مع بعض لانه عم فيه عوائق بينكم انا ما بعرف شو هي ولكن بيختلف يعني من شخص الاخر ولكن فيه عوائق بينكم انت حسيت انه الحل الوحيد انك تلجع لالله وتترك الامور اه تتصلح مثل يعني مثل ما الله بيريد او تتركها الى الوقت المناسب ام شوف ايضا اه عندك كرتين اموشنز اللي هو بيتبع سويت تبعت الكب فيعني علاقتكم بيئة المستقبل رح تتقربوا من بعض اكتر وفيه حنين رح يصير الى ذكرياتكم بالماضي فبرغم انه مش عم تحكوا مع بعض برغم العقبات اللي عم تواجهكم حاليا الى انه هاي هي نفسها العقبات اللي رح تعمق التواصل بينكم الروحاني لحتى تثق انت بروحانيتك والشخص الاخر ايضا يثق بروحانياتك هم شوف ايضا رح يصير في تفاهم في احترام اكتر واكتر في المستقبل فحاول ايضا بما انه هاي كروت نصيحة حاول انه انت تخلي قلبك مفتوح لهالشخص ولها العلاقة بالمستقبل حاول انك تكون جبلوماسي اكتر اوكي حباي ببرج السرطان بتمنى قراءة تكون فادتكم احكولي اذا حبيتوا فكرة الرسائل هاي من الطرف الاخر اذا حبيتوها رح نكملها في الفيديو هات القادمة ان شاء الله الفيديو يكون انطبق عليكم اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك و كومنت شير و سبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا ايكم جميعا